اسمع معايا بقى الحكاية دي عشان هي حكاية من اخبطة شوية ومعقدة شوية كاس العالم الاندية بنظامه الجديد اللي هو كل اربع سنوات هيقوم في 2025 وحضرك عارف خلاص ان كده كان النادي الالي هيشاري فيه حتى قبل البطولة النهاردة كده كان الالي في بطولة كاس العالم بنظامها الجديد في بطولة جديدة استحداثها الفيفا اسمها بطولة انتر كونتنينتل دي برضو شبه كاس العالم للاندية بس بنظام مختلف شوية انت شبه كاس العالم لاندية نظامه القديم بس بشكل او بنظام مختلف شوية بطولة دي هتتلاعي في بداية شهر ديسمبر ان شاء الله الاهلي هيلعمين بدري بدري كده هقولك انه الاهلي اول مباراة ليه في كاس الانتر كونتنينتل هتكون غالبا مع نادي العين الاماراتي او مع نادي اوكلند ازاي شرح لنا بقى البطولة دي عشان نفهمها والاهلي رايح لفين بس يا سيدي الاهلي يا العين اللي هو بطل اسيا يعني الاهلي بطل افريقيا او العين الاماراتي بطل اسيا احدهما هيلعب اول مباراة في هذه البطولة مع بطل اوكيانوس بحسب القرعة يعني القرعة جابت الاهلي هو اللي يلعب اوكلند فالعين هيستنى الكذبان بينهم طيب القرعة جابت العين هيلعب اوكلاند فالاهل هيستنى الكسبان منهم ويلعب اللي هيكسب من الحكاية دي هيروح يلعب الكسبان من بطل الكونكاكاف مع بطل لبرتادوريس اللي هو بطل امريكا الجنوبية يعني بطل امريكا الشمالية مع بطل امريكا الجنوبية الاهل هيلعب الكسبان بينهم حل ان شاء الله الاهل عدى المرحلة الاولى وكسب المرحلة التانية يلعب بقى نهاية هذه البطولة لها بطولة إنتركنتنينتل مع مين مع بطل أوروبا اللي هو مين غالباً هيكون ريال مدارد انشاء الله يعني دون مواطعة شنعها المدارد هي لعب دورته و자는 في نهاية دولة أبطاله فلو الأهل عدم مرحلة أولى والمرحلة الثانية هيلعب النهاية مع بطل دوري أبطال أوروبا طب الأهل هيلعب فين أول مباراة الأهل هيلعب على ملعبه تاني مباراة لسه هشوفوا القرعة تانية مباراة لا تانية مباراة اللي هي مع بطل الكونكاكاف والكاسبان من كونكاكاف والليبرتادوريس هتتلعب في أرض محايدة يعني لو الأهل يعدن مرحلة الأولى دي اللي هيلعبها على ملعبه هيلعب مع بطل الليبرتادوريس الغالبا يعني أو بطل كونكاكاف في أرض محايدة ويلعب مع بطل أوروبا إن شاء الله لو وصل للفاينال في أرض محايدة برضو دي بطولة إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم بطولة بإذن الله يشرفنا فيها النادي الأهلي كعدتوا في البطولات العالمية